اللي هو المنتخب المغربي ما جاوش ودائما رسميا راح يكون متواجد هنا في الجزاء معنا لا الكاف يقول لك افتح لهم النطاق الجوي ولا يحكي معنا المغربي السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما نبدو وما تنسوش أنكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنسوش تعطون آراكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم مرحبا بكم كل الحب والاحترام للجميع اول شي نبدو بكي ماركو تشاهدو معنا الموضوع واضح وضوح الشمس راح نتكلموا على كأس افريقي اللي اقل من 17 سنة اللي راي تستضيفها الجزاء كل المنتخبات الافريقية جاوا للجزاء وفرحانين انهم باش يشاركوا في هذا العرس الكروي الافريقي اللي باش تستضيفوا الجزاء الا منتخب واحد اللي هو المنتخب المغربي ما جاوش ودائما من عاداتهم وانتقاليدهم انه يخلقوا المشاكل انه يديروا البلبلة وبالاخص عندما الجزاء تستضيف تظاهر رياضية او سياسية او ثقافية او فنية لازم هما يدخلوا روحهم ويديروا مشكل ويحاولوا يخلقوا البلبل رغم انه كل المنتخبات جاوا شاركوا فرحانين عادي جدا لا يوجد اي مشكل ولكن المغرب هنا داروا شروط للجزاء انهم باش يشاركوا قال لك لازم على الجزاء انه تخلينا نجيوا بطائرة مباشرة وبطائرة مغربية من المغرب الى الجزائر بشكل مباشر ولكن الجزائر تردى لهم وتردى على البلاغ اللي داراته المغرب لدى الكاف ولدى الاتحادية الافريقية كما ركوا تشاهدوا معنا انه الجزائر قالت للكاف وقالت الاتحاد الافريقي لكرة القدم والرسالة ايضا موصولة للمغرب انه النطاق الجوي وقضية غلق النطاق الجوي على الطائرة المغربية هو قضية سيادية لا للمساواة يعني لا نقاش فيها ولا جدال فيها لا يحكي معنا للكاف يقول لك افتح لهم النطاق الجوي ولا يحكي معنا المغرب ولا غيرهم يعني النطاق الجوي ما راحش يتغلق والقرار داراته الجزائر ويعتبر سيادة وطنية وكل بلد حر في السيادة التاعه يغلق النطاق الجوي يغلق الحدود البرية البحرية كل بلد حرة في قانونها وفي سيادتها ولازم عليك انك تحترم كل سيادة الدولة هنا الجزائر واش قالت في هذا البيان انه غلق النطاق الجوي ليس على المنتخب المغربي وليس على المنتخبات المغربية بل على الطائرة المغربية المنتخب المغربي يقدر يجيب خط مباشر للجزائر عادي جدا ولكن بشرط ميجيوش على طائرة مغربية يجيو على طائرة اي طائرة عربية او على اي طائرة اجنابية والقائل يقول علاش الطائرة المغربية ممنوعة لان الطائرات المغربية نعرف انه بعد التطبيع المغرب مع اسرائيل الجزائر غلقت النطاق الجوي لأن المغرب عندها خط طيران بين المغرب وإسرائيل والطائرة المغربية ينقل فيها الصهاينة لهذا السبب الجزائر غلقت عليها النطاق الجوي يقدر المغرب أيضا أنه يجي ويشاركوا في كاس إفريقي للجزائر عادي جدا يروحوا إسبانيا سبتا ومليليا ويدخلوا للجزائر عادي جدا أو يقدروا يروحوا لتونس ويدخلوا للجزائر ومرحب بهم وما كان حتى مشكل عادي جدا علاش لقجع والمغرب باقيين يديروا في هذه المحاولات اللي نعتبرها أنا جد فاشلة ويعرفوا أنه الجزائر ما راحش ترضخ للشروط التحهم وما راحش تقبل الشروط التحهم وما زال ما ولدتو شمو اللي يدير شروط على الجزائر واللي يفرض شروط على الجزائر وبأخص في أمور تخص سيادة الجزائر من المستحيلات السبعة كي يقول لك الجزائر يعاقبوها أوكي هنا فشان غلقنا عليكم والكاف لم تعاقب الجزائر والفيفا لم تعاقب الجزائر عارف علاش يلفهم الكاف ما تعاقبش الجزائر لأنها سيادة وطنية أكبر من الكاف وأكبر من الفيفا تاعك اللي هما مختصين في كرة القدم وأنا بالنسبة لي كمواطن جزائري أمور سيادة وطني أهم من أني ننظم كأس إفريقيا أو من أهم من أني ننظم كأس عالم هذه صعيبة عليك باشتفهمها لازم يكون عندك عزة وطنية وتعتز ببلادك وتفتخر ببلادك ولازم يكون بلادك كلها طولا وعرضا محرراء بعرق جبينك وبيدماء شهادك كان لي حاليا ما زال عندهم 14 جزيرة محتلة ويجي يحكي معايا على الحرية حرر نفسك بعد حكي معايا وأيضا ما ننسوش أنه رئيس الاتحاد الإفريقي باتريس موتسيبي رسميا رح يكون متواجد هنا في الجزائر لأنه الافتتاح تكأس إفريقيا أقل من 17 رح يكون يوم 29 أفريل القادم يعني ما بقاش بزاف يوم يومين رح يشوفوا الافتتاح إن شاء الله ويكون افتتاح عالمي ويكون حاضر فيه رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأمر مهم أنه يكون حاضر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لأنه أي منتخب رح يتغيب وما يشاركش رح يتلقى عقوبة من الكاف ومن الفيفا لأنه ما شاركش في هذه التظاهرات لأنه كما تكلمنا على المغرب قبيلة عندهم انفصام كبير النوادي المغربية يجي وشاركوا للجزائر يروحوا التونس ويدخلوا للجزائر عادي جدا المنتخب المغربي في كأس العرب اللي فاتت اللي كانت نظمتها الجزائر جاءوا وشاركوا في الجزائر وراحوا وضربوا الرامب وتونس ودخلوا الجزائر عادي جدا في الألعاب الأولمبية اللي نظمتها الجزائر جاءوا وشاركوا عادي جدا ولكن الآن بدأ يظهر لهم مشاكل يديروا العراقية لماذا؟ لأن الجزائر بحضور باتريس موتسيبي ورئيس الفيفا وحضور ناس عالميين وكل العالم يشوف الجزائر دوراتها دائما تكون ناجحة من أبنهم هنا هم ما يعجبهمش الحال ويحبوا يديرون مشاكل احنا قلناها ونعاودوها أي واحد يحب يجي بش يشارك رياضيا مرحبا بيها اللي نورات أي واحد يحب يجي بش يدير مشاكل أو بش يخلق البنبلة أحسن له ميجيش خير له لأن دخول الجزائر ليس مثل خروجها وقبل ما نكملوا هذا الفيديو ونختموه نخليكم تشوفوا معنا فيديوهات صور جميلة ورائعة جدا لاستقبال اللاعبين المنتخبات الإفريقية اللي جاءوا للجزائر وبش يشاركوا وتشوفوا الفرحة التاحهم البهجة لاستقبال الجميل والرائع جدا برافو لكل المسؤولين برافو لجماية الجزائرية برافو لكل الجزائريين اللي باش يساهموا إن شاء الله في نجاح هذه الدورة وعندي تفاؤل كبير أنها رح تكون ناجحة مئة بالمئة تحية الجزائر على كل حال نخليكم تشوفوا هذه الفيديوهات وتستمتعوا بها وعطونا رايكو في التالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة